في إطار صعيه المستمر للضغط على الدولة من أجل إعادة تشغيل مطار لقلاعات نظم الحراك المدني العكاري مهرجانا شعبيا في منطقة المقايتع تلحيات حضره حشد من الشخصيات السياسية والوفود الشعبية وشددت كلمات المهرجان في معظمها على ضرورة الإسراع في إعادة تأهيل مطار لقلاعات لما في ذلك من فائدة ستعود على المنطقة وسكانها في غياب أي مشاريع تنموية أتزل على أبواب المسؤولين هلأ هون هيك إذا سألت كم واحد بيطلع معي ألف شاب خلصين شهادات بس أبواب المسؤولين لا تفتح لهم لأنه ما بيعرفوا يكذوا ما بيعرفوا يمسحوا جوع يا أخوان عكار تحتاجنا جميعا والمطار بالزاد بلشنا منه لأن هذا المطار بيعمل ثورة بيعمل ثورة في عكار اقتصادية بيعمل ستة لاف فرصة عمل هذه في المرحلة الأولى المهرجان الخطابي لم يخلو من الإشكالات إذ شهدت المنصة توترا على خلفية تقدم ممثل عن الحراك المدني في طرابلس لإلقاء كلمة غير متفق عليها ما دفع بنائب رئيس بلدية تلحيات زياد أحمد إلى الاعتراض على أن الإشكال سرعان منتهى بعدما عمل المنظمون على احتوائه ليعتلي بعد ذلك مفتع كار المنصة لإلقاء كلمة ممثلا دار الإفتاء لماذا لا تفعل المناطق التي يسمونها نائية وإنما هي الأطراف التي هي دليل العافية إن تعافت فجسمك إن كانت أطرافه سليمة فهو دليل صحة وعافية ما المانع من الاستثمار في الشمال وفي البقاع وفي بعلبك وفي الجنوب ما المانع ولا الذي يؤخر افتتاح مرفق كمطار الأقليعات إن هذه المطالبة ليست نتيجة منة من أحد ولا مكرمة من أحد بل هي الحقوق الأدنى في سلم حقوق منطقة عكار وازدهارها وإذا تحققت مطالبنا المشروعة نكون قد خففنا من ضغط النزوح إلى طرابلس وبيروت وبقية المناطق اللبنانية المهرجان الشعبي استقطب اهتماما محليا ومناطقيا واسعا تجلى في المشاركة الرسمية والروحية والبلدية حيث تقاطرت الشخصيات والوفود من أنحاء محافظة عكار كافة ومن طرابلس وازغارتا والميني